في اللاذقية قضت وحدة من جيش الباسل في عملية نوعية على الإرهابي الليبي الملقب بأبي اللباد متزعم ما يسمى كتيبة المهاجرين التابعة لتنظيم جبهة النصرة ومعظم أفراد مجموعته ودمرت سيارة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات وكميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة في قرية دورين بريف اللاذقية وفي ريف يرعى واصلت وحدات من جيش الباسل عملياتها ضد تجمعات الإرهابيين وأوكارهم في مزارع جاسم وجلين والناصرية ومخيم النازحين وصيصون والشبرق والشجرة وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين ودمرت أوكارا وتجمعات لهم في محيط جامع القدس بمخيم النازحين وأوقعت جميع من فيها قتلى ومنهم سليمان عوض الكراد وعلي العربي ومنصور طلع كما قضت على الإرهابي الأردني زهير الخالد وعدد من أفراد مجموعته في قرية صيصون